وعلى سبيل سنذكر بعض المكاسب يعني في المرحلة هذه بالنسبة للقطاع الداخلية كانت تقريبا إنجاز جميع البلديات وربطها بالألياف إنجاز في طور إنجاز بلدية سبيل تامست عفوا درس الإنجاز أعشرة في وقعها بالولياء تختنى العتاد للبلديات وعشر الحافلات فتح عدة خلايا على مستدرائر والولايا باستقمال مختلف إنشغالات المواطنين وكذلك مكاتبين للتنسيق بالنسبة للأمن الوطني دراسة إنجاز وحدة جمهوري للأمن فرقة سؤال متناثلة لشرطة القضائية وحدة التدخل والبحث دراسة ومتابعة مقرات الأمن الحضري متابعة مقر شرطة الحدود وفتح كارق الترك الوطني على مستوى بلديات أنزجمير ودراسة إنجاز الوحدة الرئيسية للحماية المدنية إنجاز مراكز متقدمة على مستوى السنف ونغير السبع تيمديد وكذلك بودا والنقطة الكيلومترية بيتين إنجاز وتزيز مجلس قضاء أدران المحكمة الإدارية بالنسبة لإحطاء التعامل التوسيع الكهرباء ورقة الإسبابة الرد التوسيع الرزق والغاز ورقة الإسبابة الرد كعاملات المحيطات الفلح والكهرباء الرئيسية رفضة الفلساتي التقليدية في طالة استخدار الاجتماعي الاستثمارات الكبرى لشريفة سونالغاز من أجرة المحيطات الفلاحية استكشفت سونالغاز على سبيل المثال التشيرة وضحيز الاستغلال تواب غاز والزين استكشفت جاني على مستوى حدود تيميمون وحدود الأيصال وأنزقمير وتمسك وكذلك من نسبة للشؤون الدينية إعادة الاعتبار وتهيئة المدرسة القرآنية لشيخ سيدي محمد بن كبير والشيخ الحاج الحسن بأنزقمير دراسة وإنجاز معامل الأئمة خمسين قسم قرآني رفع التجميل عن مياد قسم قرآني إعادة الاعتبار للمدارس الداخلية عبر الميلاية منح قطع أرضية في إطار الوقف لإستسلاحها الفلاحية ومنح قطع كذلك قطع أرض في إطار الوقف لإنجاز مدارس طنالية بالنسبة للتربية الوطنية إنجازنا يقلها خمسة نوعات الخمسة الأطمسة المتوسطات خمسة عشر مجمع دراسي أكثر من ميوم واحدة ربعين مطعم ما يقوم أربع مئة قسم دراسة وقت تحسين المسجل في النتائج في جميع الأطوار التربوية بالنسبة للتعليم على رفع التجميل عن ثلاث مقام بداروجي فتح المدرسة الأولية لإنسان الفلاحة الصحراوية ملحقة التربو وكذلك تنظيم الملتقاية المحلية الوطنية والدولية وفتحة الكليات التماشى ومطايات المنطقة بالنسبة للتكوين المهائي رفع التجميل على عمليات تارية محل وطني متخصص بأولف إنجاز تجهيز والمسارة المشتركة وحضرة السيارات للمحل الوطني بأولف دراسة وإنجاز والتجهيز كذلك بزوية كونتا اقتناء وتركيب والدات بجميع المقرات للتكوين المهني بالنسبة للتقافة تنظيم للمسرح الدولي تسليف منشاء التقافية إنجاز مسرح الجهوي كما نقف على عملية إعادة بحث العلاليات التي تخص إعادة وتنظيم البعالي التقافية وكذا المساجد العتيقة والقصدات وتسليفها بالتعاون مع وزارة التقافة والفنون دون أن نسلسائينا ووقفنا على باعته فيما يخص المروض التقافي للمنطقة والتفعي به يكون قابرة تساهم في بناء الاقتصادي الوطني مرافقة مختلفة الجمعية التقافية الماشطة عبر الولاية الشباب والرياضة إنجاز أكثر من مئة ملعب جواني التهيئة لسبعة ملعب بلدية كبيرة دراسة إنجاز عشر مسابع جوانية اثنين دور شباب ومرافقة جميع الفرق الرياضية وتريم المشاقات الرياضية ونقل الأطفال للمخيبات صيفية بأعداد كبيرة وعلى مثل النقلي الجوي فرق كثاء البلد والمواصلات والحيزي الخدمة المقر البلد المقر tuna لولاية البلد فتح مكاتب بلدية عبر الولاية فتح مكاتب الموزعات الألية 24 على 24 تزويد المكاتب البلدية عبر الولاية من موزعات الألية ربط كل الملاحح البلدية عبر الولاية بالآلية في البصارية رفع نسبة ربط المواطنين بخلال الهاتف التابت والأنترلات عبر الولاية تحسين الخدمة العمومية من خلال عملية نصر شبكات الألية في البصرية عبر كافة أحياء وقصور بلدية في ولاية فيما يخص خدمة الألية في داخل المنازل الافتيتي أش قد اعتضمن الأسرة دراسة وإنجاز مركز مركز إيواني الأشخاص بدون ملوى دراسة وإنجاز باعة نشاطات عبر كامل بلدية في ولاية بإنشاء محيط فلاح للذوي الهمم دراسة وإنجاز مركز الأطفال معاقل بصرين بلدية واستحداث خاليتين جواريتين بالنسبة للقطاع الصناعة تسجيل ربعا ليوم ثلاثة وثمانين مشروع استثماري بمساحة تقدر بثلاثمئة هكتار فيما جميع المجالات دخول تساوة عشرين مشروع استثمار حيز الخدمة خمستعاش خدمات وخمسة صحية وستة صناعية وثلاثة صناعية غذائية ومذبحين صناعيين ومصنع للحليب وكذلك تطهير وضعية العقاب الصناعي بمجموعة ثلاثمئة وثمانتعش مشروع بمساحة تقدر باربعا مئة وستة وخمسين هكتار يتوقع دخول ثمانتعش مشروع استثماري حيز الخدمة خلال ستاستاني بسبب الفين وعشرين منها أربع خدمات وخمسة صحي وتسعة صناعي منح ثمانتعش رخصة استغمام منها تسعة استثنائية وتسعة نهائية رفع القيود على ستة وثمانين مشروع استثماري وتهيئة المنطقة السلائية وإنشاء مناطق نشاطات تانوية بالنسبة لقطاع الفلاحة الرفع من المساحة الإجمالية الصالحة للزراعة من ستمائة ألف هكتار إلى مليون هكتار تطوير المحيطات من طرف المستثمرين المحليين ومن خارج الملايا للرفع من المحاصيل السنوية الرفع من إنتاج الحبوم من 13 ألف قنطار إلى أكثر من مليون قنطار هذا البوسم توقيع اتفاقية شاركة جزائرية قطارية تاريخية تسجل السيد الرئيس الجمهورية في مسرورة تجفيف الحليب والتزويد باللحوم الحارى ورفع عدد القطيع على مساحة تقدر بأكثر من 120 ألف هكتار ومن مبلغ يقدر بـ 3.6 مليار دونار وفي انتظار استثمارات أجنبية أخرى سنعلن عنها في وقتها إنشاء محيطات فلاحية كبرى لفائدة مؤسسات عبروديب وكوسيدان وسوطرات وكذرب ملح محيطات عدري ديون الزراعة الصحراوية أو ديون البطن الأرض الصحراوية منها شراكة جزائرية التويكية دونيسة من أجل المساعدة في بلوغ الأهداف المسطرة لسيطة في الزراعة الاستراتيجية وتحقيق الاكتفاء الرفع من قدولات التخزين بالتسجيل المشاريع أهم منها السبعاتين لتخزين 1.1 مليون طن وإنجاز 11 مركز بلولة 55 ألف طن ومركز كذلك تخزين الحبوب التابعة للدول الوطنية لتغذية الأنعام بـ 15 ألف طن وإنجاز مركز تخزين الحبوب التابعة للشركة الجزائرية تركيا 30 ألف طن أي مئة طيبية وعدل 3.15 مليون طنطار تخزين توزيع قطاع أعراضي في طرحيز الأمريكية على إنشاء مؤسسة صغر وكذلك إنضاء أكثر من 1200 قهار في الفلاح بين رخصة التجزيئة ورخصة المنح إلى غير ذلك بالنسبة لحيطاء السكن استفادت الولاية من برنامج قديرا بأكثر من 25 ألف سكن بمختلف السياح بما فيها رفع التجميل عن ألفين سكن تابعة لسيد مدير سكن ربطت التجزيئات الاجتماعية والإجتماعية بمختلف الشبكات عن مشاريع التحسين الحرارة عبر الولاية وتحسين ومشاريع بلدية أذرار خاصة وتطوير بنسبة شغل السكن حيث كانت 6.11 إلى 3.57 سنة 2023 بالنسبة لقطاع التجارة إنجاز الأسواق الجوارية والأسواق البلدية تجارة المقايضة مع الدول الجوار نقل ما يفوق 3300 طن من اللحم الموجهة لأحوام مختلف الولاية الشبالية استقبال ما يفوق 392 ألف رأس من مختلف أصناف الماشية من ولاية برج باجي مختار الحنس على توفر جميع السلع الأساسية والمواد للغذائية الواسعة استهلاق خلال كل هذه المرحلة في مختلف المناسبة الدينية والوطنية قطاع الأشغال العمومية عصر لنت الطارق الوطني رقم 6 في شرق شرقه الرابط بين القانوة برج باجي مختار إعادة الاعتبال لبعض الأجزاء المتدهورة في الطارق الوطني رقم 6 عصر لنت الطارق بين أضرار أولف إعادة الاعتبال للطارق الوطني رقم 50 الرابط بين أولف عين صالح سيانة بعض المقاطع المتدهورة أولف أقبلي إنجاز بداخل قصور المسالف الفلاحية فك العزلة على بعض القصور والانطلاق في عملية التحسين على طريق الأشغال العمومية بالنسبة لخطاع الرأي إنجاز مشروع إبعاد المصبر الرئيسي بقصر بوزان إنجاز محطة تصفية المياه مستعملة ببوزان إنجاز شبكة الصرف الصحي لأكثر من 56 قصر بمبلغ 500 مليار إنجاز مئتين كيلومتر لشبكة الصرف الصحي عبر الولاي إنجاز 25 بئر عامل صالح للشرب عبر الولايه بتدفق 500 لتر في التالية إنجاز ما يفوق عن 320 كيلومتر لشبكة المياه الصالح للشرب قالت جرب زي شبكة التوزيع إنجاز 23 خزان علمي للمياه الصالح للشرب عبر الولايه إنجاز بسرع تحويل المياه الصالح للشرب لبلدتي تمسط وقصورها ترميم الفقارات دراسة المخططة التوجيهية للصرف الصحي والمياه الصالح للشرب عبر الولايه وتطور نسبة رقف المياه الصالح للشرب وصرف الصحي قد نعلى اللقل فتح خطوط جوية وبلية جديدة وزيادة عدد الرحالات الجوية بالنسبة لقطاع السياحة والصناعة التقليدية اعادة الاعتبار من مواقع السياحية كدماسخ وتيمنتيت والتيت والأدمر بغارة تيلولين مسجد الحمال الى غير ذلك انجاز 52 فندق بسعة 800 ساري في طال الاستثمار الخاص اما فيما يخص عملية تهيئة العمرانية والحضرية ونظافة البيئة والمحيط عرفة الولايات من جهاز العمليات التي سمعت باستجاه مكانة الولاية في القطاع السياحي التم اعادة بعد السياحة على مستوى الساقية بالولاد سيدي وعلي بلدية التيمنتيت والتي اصبحت متنفسة للمواطنين مع قربها من بقرة الولاية وكذلك عربودة وعنبودة والتي تعتبر مقصدا كذلك لكل ساكنة الولاية اضافة الى تهيئة المساحات الخضراء مع المتابعة المستمرة للانارة العمومية وحملات النظافة العمومية مرافقة مختلفة الجمعيات وحيلة في السناعات التقليدية الماشطة عبر الولاية بالنسبة لقطاع الصحة مجابعة فيروس كورونا تسجيل محل وطني للقابلة تسجيل مركز مكافحة سرطان وتجهيز ورض حيز لاستقرار مئتين وربعي سرير تهيئة المستشفى بنوسينة 14 عيادة متأددة الخدمات دراسة وانجاز 18 قاعة علاج عبر الولاية اعادة الترميم لاكثر من ستين قاعة علاج تجديد العتاة الصحية واختلاء سيارة الاسعال فتح مختلف المدومات عبر البلدية لاستقبال اطباء الاخصائيين فتح جانع جراحة العيوم بمستشفى 120 ورفع التجميل على المستشفى 120 سرير بركة قطاع التشغيل عدد المدمجين فيطان المرسول 336 وصل الى اكثر من 6300 عدد المستفيدين من تحويل الوقود محددة الى الاقود فيطان المرسول وصل الى 3600 مستفيد عدد المستفيدين من منحة البطرة 21 ألف واربعين وطلبات العمل المسجلة هي 39 ألف طلب يقابلها 371 مصر عمل اضافة الى 2059 مصر في شريفة صناطران خلال سنة 23-24 قطاع البيئة وانجاز المرابعات صندوق ينفس مدرية جهومي للسيد البحري على مستوى الولاية وبالنسبة لقطاع البيئة وانجاز المرابع الخضراء عبر الولاية وانجاز موادي بيئية عبر المؤسسات الرجوية بالنسبة لقطاع السيد البحري فتح مديرية جهوية للسيد البحي على مستوى الولاية واستحداث مناطق الناشاطات الخاصة بتربية المائية مختلف تم فتح مديرية جهوية لشايفة سومتراك مديرية جهوية للخدمات الاجتماعية فرع جهوية للبنك الوطني على مستوى الولاية فرع البنك الواجد الجزائري الخارجي على مستوى الولاية الاعلان عن فتح اول وكالة جهوية للسندوق الجزائري مؤسسات الناشئة تحتوي سيد وزارة الاقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمسقعة هذه يعني بعد الإنجازات المرحلة الماضية وبجهة الأخرى نبدأ أن نؤكد على ضرورة مضارعة الجهود والحرص على مواصلة المسار التربوي الذي بدأنا وضعنا عالمه وانطلقنا فيه سوينا الأمر الذي يجعلني حارسا كل الحرص على الوقوف على مدى تقدمه واستكماله على الوجه الصحيح كما لا يفوتني أن أثني وأتقدم بالشكر لمنتسب قطع الإعلام بالولاية بكل مكوناته الذين فذلوا ويبدلون جهودهم بسخاء وتجند من قطع النظر للارتقاء بالولاية ودعم التربية ومن حصورة لائقة بولاية أضرار عاصمة الجنوب الجزائري وبلد العلم والعلماء مدينة العلامة الشيخ سيدي محمد بن الكبر رحمه الله وطيبة هراء وأخيرا وليس أخيرا نبدأ أن نعتقد بضرورة ربط الشباب بالحياة السياسية من خلال إعادة الثقة وبعث روحي المشاركة لديهم وتبني ثقافة المشاركة السياسية من خلال التركيز على مؤسسات التنشئة السياسية المختلفة وهذا ما تم تسهيله على مستوينيتنا من خلال المبادرة على تربية النشق وخلق نوادي ونشاطات لذكروا منها الحافظ صغير والصحف الصغير والخطيب الصغير والمنشد الصغير والمزارع الصغير والمسعف الصغير والحلف الصغير ونحن بسدد التفكير في إنشاء نادي المبرمج والمبتكر الصغير وهذا كله في سبيل مشارك الثقافة السياسية السليمة في أوساط بناتنا وأبنائنا ولا يفوتين أن أهل جميع ممثلين الولاية في المحافل الوطنية والدولية والمتحسنين على الجوائز سواء جائزة سيد الرئيس الجمهورية أو جوائز دولية وفي جميع المجالات في التقافة الكتابة صناعة تقليدية المسرح للإنشاء إلى آخرين والذين تم يحسبهم جميعا من أجل وضع برنامج المرافقة والدعم لكل من حسب تخصصه وفي الأخير وجدد تشكراتي لكل الحضور راجيا من الله تعالى التوفيق في الأخوال والسهدد في الأفعال آمينين مزيدا من التطور والمجاح وتحقيق المقيم والإزدهاب هذا الوطن الأبي دعين المولى عز وجل أن يديم علينا نعم الأمن والأمان ويحفظ بنا ذلك المفدى أشكركم على كرم الإصغر تحية الجزائر المجد والخمودي شهدائنا الأبرار عاشت الجزائر حرية حرة آبية آمنة شامخة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته